ماذا حدث في هذا اليوم يوم الصلب من ناحية إيجابية يعني إحنا مش بس منرد على كل هذه الأسئلة ولكن منوضح ليه المسيح مات وليه المسيح تصلب وشو اللي صار في هذا اليوم المسيح زي ما قلنا جاء لك يصلب لأجل هذا قد أتيت إلى هذه الساعة عند دخوله إلى العالم يقول بذبيحة وتقدمة لم تصر لكن هيأت لي جسدا هأنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله أو يا إلهي سرير إذن المسيح جاي علشان يموت على الصليب وفي الحقيقة كتر ألف خيره أنا بقول يعني حاجة تاخد دقيقة ولا حاجة أن لو فيه شابة ارتبط بها واحد وحبها قوي 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 لدرجة أنه مات لأجلها السؤال هتبقى سعيدة ولا حزينة أنا في الحقيقة متحير في السؤال لأن لو مات أكيد هتبقى حزينة جدا كل ما تفتكروا تقول يا سلام لقيت اللي حبني جدا 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 لكن يلا المأساة مات قصتنا إحنا مش كده اللي مات لأجلنا قام في اليوم التالت وبالتالي نحن نعتز ونفتخر أنه حبنا موت محدش بيحب موت في ورقة في لوحة بتقول سألت المسيح بتحبني قد إيه فتح إيديه على اتساعه ثم نكس رأساه ومات حبنا موت وإذا كنا حنحزن لأنه مات لما تحزنش لأنه في اليوم التالت قام ولهذا فإن الشيطان يقرأ كل من صليب المسيح وقيامة المسيح ونحن نفتخر زي ما قلنا في بداية الحلقة بصليب ربنا يسوع المسيح نفتخر بهذا الصليب ونفرح به ولا سعدنا بهذا الشخص المجيد حتى في قيصرية فليبوس بعد ما شفنا الإعلان العظيم من الرسول بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي بعد شوي عم بينتهر المسيح يعني حاشاك يا رب صلب مش لأي لك الرب يسوع انتهر قال له اذهب عني يا شيطان في موضوع الصليب ما في مسايرة ولا في تهادن ولا في مساومة يعني هذا حق إلهي حق كتابي مش عايز تقبله انت الخسران خسران أبديا وأرجو أن نروح الله يعمل في المشاهدين ويفهموا يعني خسارة أبديا ليس طريق آخر للقبول عند الله إلا صليب المسيح الناس بتقول دي كلفة كبيرة بس النتائج رائعة أبديا ملايين المفدين حيكونوا في السماء على حساب على حساب الدمنا رايح أنا داخل الأمجاد أتمنى من قلبي أن كل اللي بيشاهدونا يعقلوها ويفكرهم ويصلهم بتجرد لله اعلن إذا كان هذا الأمر حق كتابي اعلنه لينا وأتمنى من قلبي أن كثيرين يعرفون الحق والحق يحررهم موسيقى